اشتركوا في القناة بطل حقق انتصارات عظيم رحلة الخلود قصة الفتى والضاح وصراعه بين الخير والشر الفاتح فيلم يحكي نشأة الأمير محمد الفاتح وكيف أصبح سلطانا التحدي الكبير بين القبطان عمر والقراصنة تشاهدونه في فيلم القراصنة وكنز الذهب أهلا أهلا علي بابا والأربعين للصنع ما قصة هذه المغارة وهل سيجد علي بابا فيها شيئا الحساكر مسرور في جزيرة لؤلؤ فيلم مليء بالألغاز المحيرة والمغامرات الشيئة بسم الله خذها أيها الأخبار قصة جديدة تتابعونها مع أبطالنا الصغار في مسلسل الأشبال كما تفخر مؤسسة آلاء للإنتاج الفني بتقديم جديدها حكايات العمحكين مجموعة من الحكايات الحلوة تغويها لنا حيوانات الغابة حسنا سوف نعد لهم مفاجأة سارة ماذا أسمع؟ لا يقترمون قانون السايق سأحاول مرة أخرى بجنود لله انطفضت وقلوب للأقصى نبضت هبت وسحب من غفوتها ذكت صرحا للأشراء الله أكبر في أول انتاج لها من الأفلام الطويلة النجم للانتاج الفني تقدم يومكم سعيد الجرة حكاية من الشرق كانت حياتهم هادئة جميلة وفجأة الجرة أين الجرة؟ الجرة لك وانتالم إنها جرتي أنا ما حقيقة الجرة؟ ولماذا تشغل جميع؟ الجرة أمانة أمانة كل هذا كلام فارغ لا أريد أن أمود هذا المال الحرام سيفقد عليك النار في الدنيا قبل الأقوى الجرة تحير الجميع وتدفعهم إلى الشكل أتهمني أنك بريء؟ والحضر أدى الفجر أعود وأبحث قرب النهر وفي الوتي أرشدني رب الأقوى أنقذ عبدك يا رحمن كان الأمانة الأمانة هنا دعون أنا أبو العنود ومعي لإنسان أبو دفوع الجرة فيلم جدير بالمشاهدة جديد النجم للإنتاج الفني حكايات باح يا باح حيا أخذوا مالهم وبضاعتهم قبل أن تغرق زنينتهم عمرانة لا خير واحد عملت عندك شهر وأنا أريد الأجر لم تحصلوا على درهم واحد حتى تحضروا لي الإصدر أو والأي تظلم تخدعوا يا محتر تسرق أموال العمال ستتعاعصاب لهما لا تأسى مهما خداعك يوما طال هُوهَي 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 تخدع كل الناس سوائي ألي أنه ظهرت علي بعض التغيرات؟ لا عليكي سأبقى دائما سيدة النباة عند ليب أصيل وأمثاله بين الطيور قليل قد خدعنا يا رجال لنعود إلى الكهف في الحال وهب الله الطفل شبال عقلاً حراً خصب خيال إن رأياً في عمر يفقال أنصد قد يعطيك الكثير حسناً لنعطيه فرصة ومن تأي من هذه القصة نجم الإمسان إذا شاء نبع الأفكار مدى الدهر بالرغم لحباه الرحمن فليعمل دوماً للخير فليعمل دوماً للخير فليعمل دوماً للخير والآن وقتاً ممتعاً نرجوه لكم مع فيلم فتح الأندلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلنا أخيراً ها هو مضيق جبل طارق يبدو واضحاً من هنا منظر جميل أليس كذلك؟ لما سمي بمضيق جبل طارق يا جدي؟ انظر هل ترى ذلك الجبل البعيد تجاه سبتة بالضبط؟ نعم ذلك الجبل يدعى جبل طارق وقد أخذ المضيق اسمه من اسم ذلك الجبل جبل طارق؟ لماذا سمي ذلك الجبل جبل طارق؟ الحديث يطول ولا بد أن أحدثك أولاً عن بطل عربي مسلم هيا بنا نجلس هناك الحمد لله، هذه المنطقة تطل على البحر الأبيض المتوسط الذي ولدت على شواطئه أهم الحضارات وهذا المضيق هو الأشهر في الدنيا، فهو يربط المتوسط بالأطلسي القائد المسلم الذي أعطى هذا المضيق اسمه الذي عرف به وتمت على يديه أهم الفتحات الإسلامية كان أول من وطئت قدماه أرض الأندلس إنه طارق بن زياد، أليس كذلك؟ نعم، هنا في طنجة جهز ذلك البطل جيش المسلمين للجهاد لقد كان والياً عليها من قبل الأمير موسى بن نصير ولا شك أنه أطل على الأندلس من المكان الذي نطل منه الآن أثبت طارق جدارته كقائد عربي كبير في القيروان مقر موسى بن نصير الذي كان والياً على شمال إفريقية كان ذا قلب شجاع لا يهب الموت أعطيت له القيادة ولم يطلبها قط السلام عليكم أنا طارق بن زياد، لقد سدعت لمقابلة الأمير تفضل يا سيدي شكراً لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلاً بك إجلس أيها القائد لقد سمعت عن بطولاتك وشجاعتك التي أظهرتها في القضاء على التمرد الأخير ضد أمير المؤمنين أنا فخور بك وأنا رهن إشارتك يا سيدي لقد فر من بقي من رغوس الفتنة إلى الجبال ولكنهم لن يصمدوا طويلاً على أي حال دعنا من هذا الأمر الآن لقد دعوتك لسبب آخر كتبت إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك رسالة أخبره فيها عن أحوال الناس في الأندلس وما يلحق بهم من ظلم والضهاد أنت تعلم أن الطريق طويل وشاق وهو خطر أيضاً ولكنني أثق بشجاعتك لم أجد خيراً منك لتسليم هذه الرسالة إلى قصر الخلافة في دمشق سلمها لأمير المؤمنين باليد الأرض تزغرد حين تره بطل الإسلام بها عبره وتماهي الكون بجبهته إن صلى فيها أو ذكره الخيول عطشة هناك نهر قريب أمامنا أيها القائد فلنتج إليه لا لا ينبغي أن ترتاح الخيول قبل أن تشرب أمضيت سنوات طويلة وأنا أعمل كدليل في هذه الطرق الخطيرة ينبغي أن نكون على حذر فقطاع الطرق يطمعون بهذه الخيول العربية الأصيلة هيا لنتابع المسير فطريقنا طويلة هذا صحيح يا سيدي لقد قطعت هذه المسافة في أربعين يوما وكنت أسير دون توقف وكم ستطول الرحلة هذه المرة لقد بدأنا بداية طيبة الأمر يرجع إلى صبركم وسرعتكم بل لعله يرجع إلى دليلنا الشيف أيها القائد لا يغرك الشيب في رأسي لقد أمضيت حياتي كلها على ظهر الفرس سوف نرى ذلك هيا بنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اصعد لترتاح من عناء السفر وسأقوم أنا بإطعام الخير الحساء الذي أقدمه لزبائني لذيذ جدا هنيئا لكم أيها الرجال بارك الله فيك هيا نأكل بسم الله ها تذكرت قل لي هل قمت بإطعام الخيل يا يوسف لقد أصر الخادم على إطعامها بنفسه يا سيدي القاعدة الأولى في الحيطة والحذر أن نقوم بإطعام الخيل بأنفسنا يا يوسف سأقوم بذلك حالا يا سيدي أهلا أهلا وسهلا على ما أظن الرحلة إلى الشام أليس كذلك يا سيدي سمعنا أن قطاع الطرق نشطون هذه الأيام فعلا يا سيدي لقد قاموا بنهب إحدى القوافل قبل أيام يجب أن ننتبه ونحضر إنه مضيق شديد الخطورة صدقت ربما كان هناك من يتربص بنا ألا يوجد ممر آخر؟ ربما، ولكننا سنضيع وقتا طويلا لنصل إليه اسمعوني جيدا أيها رجال سنستريح عند مدخل المضيق متظاهرين بالأمان ثم نتحرك بسرعة باتجاه المضيق فإذا كان هناك من يكيد لنا قضينا عليه هيا يا رجال يجب أن نجهز الأقواس والسهام ونستعد لاستخدامها في الوقت المناسب لا يبدو أن هناك من يتربص بنا ولكن ربما كان اللصوص متخفين تماما عن الأنظار على بركة الله يبدو أن عددهم كبير لا تنسفتوا للبراء، تقدموا إلى الأمام، إلى الأمام لن تفلتوا من أيدينا أخضي عليكم هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الحمد لله لم يصب أحد مننا بسرعة كنا على وشك الهلاك يوسف ما بك يا حفيظ استرح ستكون بخير إن شاء الله الحمد لله أنكم سالمون نجيب أن لا تكثر الكلام استنعي يجب أن نعود بيوسف إلى الخان ولكن مهم أن نصفي حسابنا مع اللصوص هيا أيها الضعفاء لقد تصرفتم بدون أي ذكاء وهربتم كما يهرب الفأر المذعور تدعون دائما أن بإمكانكم أن تسقطوا الطائرة وهو يحلق في السماء أخبروني ماذا أصابكم أحدهم في الأعلى فرقوا جميعا هيا 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 مرحباً! أمان تباً هنالي! إنني قائد من قواد الأمير موسى بن نصير أرجو منك العناية بيوسف حتى يشفى وتسليم اللص الأسير إلى القيرمان حالا لا تجزع يا أخي العزيز إصابتك ليست خطيرة وستتعافى بسرعة بإذن الله أنا حزين لأنني لن أتمكن من إنجازي المهمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله موسيقى موسيقى مضى خمسون يوما أظن أنه بقي لنا مسيرة جومين بإذن الله يوقع ألم تتوقعها أربعين؟ على ما أذكر قلنا إن هذا الأمر مرتبط بدليل نعم أنت محق يا ولدي أرجو أن لا أكون قد أصبت بالوهن والشيفوغة موسيقى يا طارق لا تقبل أبدا بالباطل فوقي إن طارا قد مر علي جبابرة فتأمل قد صاروا عبرا فتأمل قد صاروا عبرا فتأمل قد صاروا عبرا أبي صباح الخير يا أبي صباح الخير كيف حالك يا زهراء؟ الحمد لله ليت فصل الربيع يدوم إلى الأبد انظري يا ابنتي الأزهار تنثر شذاها الحلوة في كل مكان وأنت تنشرين البهجة في نفسي لك الشكر يا رب أحب فيك يا والدي شكرك دائما لله عز وجل وكيف لا أشكر الخالق المبدع الذي من علينا بكل هذا الجمال نحن نتمتع بالطمأنينة والسلام بعد أن دانا شمال إفريقية كله بدين الإسلام شكرا لك يا رب سيدي ما وراءك؟ لقد ماذا؟ هل حصل مكروه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله استشهد الجندي المرافق للقائد طارق إيه لقد استقت إلى القيروان معك حق فقد طال غيابنا بإذن الله سنصل قبل العصر الأمير في المقبرة الآن يا سيدي في المقبرة؟ مساعدك يوسف أيها القائد رحمه الله الله أكبر الله اشتركوا في القناة السلام عليك أيها القائد الظارق وعليكم السلام ورحمة الله ما وراءك؟ جئنا نستودعك الله أين العزم؟ إلى الأندلس سنقوم برحلة لاستكشاف أحوال الناس هناك إنهم يعانون شتى أنواع الظلم منذ وقت قويل وقد ازداد الظلم كثيرا في الأوينة الأخيرة أتمنى لكم النجاح في مهمتكم وأدعو الله لكم بالتوفيق كان الله في عونكم وسدد خطاكم أتعلم يا عمر إن ملق التي نقترب منها هي أكبر ميناء في الأندلس كلها وهل المدينة التي ولدت فيها قريبة من ملق يا مسلم؟ سوي لا تقع إلى الغرب من ملق مسلم أريد أن أسألك أنت أشقر والإسبان ليسوا كذلك أمي قوطية وقد ولدت أشقر مثلها وهل السبب في ظلم الحكام أنهم قوطيون غرباء عن الشعب الإسباني؟ لا أعتقد ذلك يا عمر في البداية لم يكونوا ظلمين ولكن جهلهم وتعصبهم الأعمى جعلهم كذلك إن الحكم في الأندلس بعيد عن العدالة يا صديقي موسيقى موسيقى الأندلس مليئة بمثل هذه المناظر والظلم يزداد كل يوم سيحرقون نصف هؤلاء الناس على الأقل ولكن ما السبب لعداوتهم وتعذيبهم؟ إنهم ينتمون إلى المذهب الأريوثي المخالف لمذهب رجال الكنيسة وهذا سبب العداء بين فرقتين كافرتين إن الكفر ظلم عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر على طريقنا طحون وسط القياني المساعدة من صاحبها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء أيها الرجل الطيب موسيقى موسيقى مرحبا أيها العمد كيف حالك؟ أهلا وسهلا هل من خدمة أقدمها لكما؟ إننا مسافران وأحببنا أن نلقي عليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا شك أنكما تشعران بالجوع والتعب الله سمع الله لمن حد مضى على قدومي من شمالي أفريقية إلى هذه البلاد زمن طويل في كل يوم يزداد عدد المسلمين هنا وهذا يشكل خطرا كبيرا على حكام هذه البلاد منذ عشر سنوات عندما وطئت قدماي هذه البلاد لأول مرة وأنا أتمنى قدم المسلمين لنشر العدل والسلام لعلها أمنية صعبة المنال لا تيأس أيها العمد لن يكون ذلك حلما صعب المنال إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله كان خضب الشيب لحيتي وشعري وأمل الوحيد أن أرى تلك الأيام قبل أن أموت أتمنى لو بقيت ما معي وقتا أطول نتمنى ذلك أيضا أيها العمد علينا أن ندرك القامل نستودعك الله نستودعك الله تعالي تعالي يا ويلة تعالي يا ويلة تعالي يا ويلة تعالي يا ويلة يا ويلة يا ويلة أرجو المعدن هل بإمكاننا أن نساعدكم أيها الشيخ الكبير؟ شكرا لك يا أولي ولكن لا أحد بإمكانه مساعدتنا لقد أخذ السجود والتي ليحرقوه في قرطبة وما السبب في ذلك؟ إنه من دينا آخر وكل الفريقين متناحرين لذلك رجال الكنيسة في عداء تائم معهم هذا الطريق يؤدي إلى طليطلة والطريق الآخر إلى قرطبة شكرا لك شكرا لك بأمان الله مع السلام أخيرا عثرنا على القافلة يا مسلم ولكن يبدو أنهم تعرضوا لحادث ما هيا بنا هيا من أين ذهب النصوص؟ هل تعرف؟ من هناك توجهوا إلى ذلك الجبل هيا بنا نتبعهم لقد أضعناهم هوا عليك يا أخي سينالون جزاءهم العادلة بإذن الله لابد أن تكون هذه قرطبة انظر يا عمر من هؤلاء؟ لابد أنهم من رجال جقال باش قطع الطريق ينبغي أن ندخل المدينة قبل أن يحل الظلام هيا بنا ما أجمل هذه الخيول الأصيلة هل يعرف أحد منكم أين ذهب الرجال الذين دخلوا قبل قليل؟ إلى قصر الحاكم بتاو شكرا شكرا لك أيها الحارس المتعاون لم تصب هذه المرة يا عمر أمر لا يصدق اللصوصية في هذه البلاد ترتكب من قبل الحكام أنفسهم أجل مسلم ينبغي أن نبحث عن مكان النبيت فيه مسلم انظر لابد أنه قصر الحاكم تاو ما هذه المتعاون هي ا سماعا لا نريد بكما سوعا، نريد هذه الخيول فقط من كان شجاعا فليتقدم هيا تعالوا اقتربوا ولا تخافوا هل عدلتم عن أخذ الخيول؟ أين تذهبون؟ هيا عمر تعالوا وانظر رجال جاقال باش يخرجون من القصر أريني؟ ترى أين يذهبون؟ فلنتبعهم بسرعة هيا مسلم لنتمهل قليلا كي لا ينتبهوا إلينا اسمع لا يمكننا مهاجمتهم إلا إذا كمنا لهم وبغتناهم فجأة فكرة جيدة هيا بنا يا للخيبة لقد أفلتوا منا نعم ولكن لن نعود بخفي حنين انظر اسمع أيها الرجل سنحاول مساعدتك إذا أخبرتنا من هو زعيمكم جاقال باش شريك تأو حاكم قرطبة أقد كان حدثنا صحيحا هكذا إذا كان من رجال الحاكم تاو والآن سنشكو من إلى من كنت أود العودة بعد بيع البضاعة التي تركها اللصوص ولكن بعد هذه الأخبار لابد من العودة حالا هل ستواصلني السير؟ لا سنعود أدراجنا نحن أيضا سنتوقف هنا لوداع العم إبراهيم ثم نلحق بالقافلة بعد ذلك وأنا أيضا سأرافقكما يا إلهي ماذا الخراب؟ ماذا حصل؟ أمر لا يصدق أتغمد برحمتك يا أرحم الراحمين يا جنود الله هفتوا واستعدوا للقتال واحدة؟ بسم الله يا جنود الله هفتوا إن الله إن لله جنودا ورجالا لا تنام كانوا للحق شهودا يتحدون الظلام قد أعدوا للجهاد قوة ليست تدين وكتاب الله هادي لسرايا المسلمين أيها البدر تألق وأضيئي يا سماء أقبل الفجر وأشرب ولواء الحق جاء ولواء الحق جاء أريد أن أجعل منطنجة قاعدة للإنطلاق نحو الأندلس وهذه المهمة تحتاج لقائد عسكري محنك لا إلى مجرد وال للمدينة نعم أنت على حق أيها الأمير لا بد أن تتحول مدينة طنجة من ولاية عادية إلى مقر لقيادة الفتوحات الحربية إنك بحاجة إلى قائد شاب ذكي وملهم تختاره ممن تثق بهم نعم نعم أدرك ذلك من الأفضل تأجيل موضوع تعيين وال على طنجة الآن لا بد من القضاء على التمرد بشكل كامل قبل أي شيء آخر اسبانيا وطن الأمشاء اسبانيا تاج الأسياء اسبانيا القوة اسبانيا العظمة رحيا اسبانيا أيها الملك ألفونسو أنت منذ هذه اللحظة ملك اسبانيا خلفاً لوالدك الراحل الملك جيتشي أيها الملك اسبانيا وطن الأمشاء اسبانيا تاج الأسياء اسبانيا القوة أيها الحاضرون الملك ألفونسو سيستقبل المهنئين وعلى رأسهم البطارقة والأساقفة الذي نجاء من روما لإعلان تولي الإبن الملكة في هذا اليوم كيف يتولى الحكم صبي لم يتجوز السادسة عشرة هل سيتبكر من حل المشاكل التي استفعلت في أثناء مرض والده الراحل؟ أم أن الأوضاع ستزداد السوء؟ إنه ليس صبياً إنه خلف لولده ملك اسبانيا قد سمع الكلام عن الملك الجديد أيها الكون لكنك تتحدث وكأنك لم تسمع شيئاً عذراً إن أذني ليست مرهبة السمع مثل أذنك إنك ماهر جداً في سماع كل ما يجري في أرويقة القصر حاكم سبتة الجميلة كونجوليان أوه أرجو المعذرة كيف حال الكونتيسة سومينا؟ وأنت أيها الصغيرة فلوريندا ستكونين ملكة اسبانيا عما قريب أهلاً بكم شكراً جزيلاً كونتي تراجي أنت من الجنود المقربين في قصر طريطلة أيها الحاكم لا يسعني إلا تقديم الشكر الجزيل بعد قليل ستبدأ الليلة الخاصة للملك ألفونسو لدينا بعض الخلافات مع قادة الجيش يبدو أنهم يفطرون السياسة على القيادة تقصد القائد الإفريقى على ما أظن؟ نعم ذلك السيء عن إذنكم أيها الحاضرون هل من جديد في مشكلة متمردي الباسك؟ إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ هذا لا يهم القصر الآن الاستعداد تام للذهاب على رأس حملة إلى هناك ما رأيك أيها القائد؟ لقد ذهبت على رأس فرقة عسكرية إلى هناك وتم حصار المتمردين في منطقة جبلية وبصل خبر وفاة الملك جيتشا فكانت العودة سريعة إلى هنا عن إذنكم كن جوليان كيف حالك أيها الحاكم؟ وأنت يا فلوريندا الجميلة هل لاحظني أنك أجمل فتاة في هذا الحفل؟ عن إذنك عن إذنك يا للفضاء كم هو سيء هذا الرجل وصلني اليوم خطاب من أمير المؤمنين بالشام لقد جعلني عاملا على إفريقية إنه ليسرني أن أجعلك واليا على طنجة أعلم يا طارق أنك جدير بأكثر من ذلك لأنك قائد محنق وشجاع يستحق كل تقدير طنجة أكثر من ولاية إنها مقر قيادة الفتوحات الإسلامية في بلاد الأندلس أشكرك جدا يا سيدي وأرجو من الله تعالى أن يقبلني مجاهدا في سبيله سأحاول أن أكون عند حسن ظنكم بي أيها الأمير أنا واثق بقدراتك يا طارق عليك أن تعمل على تقوية الجيش الذي سنعده في طنجة فعما قريب سنبدأ بالتحرك تجاه الأندلس فليأذن سيدي باختيار من سيساعدني في مهمتي طبعا يا طارق طبعا فلك كل الحق في اختيار قادة الجيش أيها القائد ولكن عليك التروي في ذلك فالنجاح الفتوحات يقوم على أمور هامة إن جيش المسلمين بلغ شواطئ الأطلسي بقيادة القائد عقب بالنافع منذ ثلاثين عاما ثم توقفت الفتوحات الإسلامية غربية تنجة أمام المسلمين الآن أحد الخيارين إما التقدم باتجاه الجنوب نحو أواسة إفريقية أو متابعة التقدم نحو الشمال واجتياز المضيق الذي يفصل المتوسط عن الأطلسي أمير المؤمنين متردد في التحرك تجاه الشمال إنه يريد تجنب ركوب البحر ولكنني كتبت له كطابا شرحت فيه أن الأمر ليس بالخطورة التي يظنها وأنتظر جوابه بالموافقة إن شاء الله إن شاء الله سبت في قلبي وروحي سبت في قلبي وروحي لك حبي واشتياقي لك حبي واشتياقي مرحبا بقدومكم أيها الكون أهالي سبتة كلهم في شوق إليكم ونحن أيضا يا جيترالز لا مثيل لسبتة في العالم قاتلة بالتأكيد أيها الكون أرجو أن تكون الأمور قد صارت جيدا كل شيء على ما يرام ولكن تم العلم أن المسلمين يزيدون تعزيزاتهم في طنجة إنهم يفكرون في إسبانيا يا جيترالز ولا يريدون سوءا بأهلها هناك أمر آخر لقد وصلت رسالة من طليطلة ممن؟ من الإبنة فلوريندا إذن هيا إلى القصر آه لقد فعلها ها؟ ماذا في الرسالة؟ ها؟ يا المسكينة الصغيرة ماذا هناك؟ أرجوك هدائي لقد خلع لذريك ألفونسو عن الحكم المخاطر المخيفة تحيط بها ولماذا تخوف على فلوريندا؟ لقد تمت خطوبة فلوريندا إلى الملك ألفونسو كما تعلم وريث ما يتم الزواج التحقت بالمدرسة الملكية أخشى أن يصيبها مكروه على يد الماكر لذريق بعد أن نفى الملك ألفونسو إلى قرطبة لا بد من حل لا بد من حل سترسل رسالة إلى لذريق يتم إعلامه فيها أن أمها مريضة وفي حال لم تنجح هذه الخطة فلا وسيلة إلا أن تختطف من المدرسة الملكية ينبغي أن لا يكون هناك تمييز بين فئات المجتمع ولا يجب أن تطغى إحداها على الأخرى أرى أنك تحاول أن تفهمني شيئا يا سركون إنما أنقل لكم خلاصة دراساتي في حياة الشعوب أيها الملك ثلاثة أساقفة يستأذنون للدخول أيها الملك أدخلهم إلى قاعة الاستقبال سأتي حالا هل تحتاجون المساعدة أيها الأساقفة؟ تفضلوا وهكذا بعد أن خلع الإذريق ألفونس عن الحكم وقام باختطاف فلوريندا بن تلكونت أظهر امتنانه واعترافه بمساعدة الأساقفة له بعد اتخاذهم القرار بتوليه الملك ولكنه مع ذلك أخبرهم بأنه قضى لهم الدين وسدد الحسن ولكن الأساقفة حاولوا التشديد عليه حتى لا يتهاون مع الأريوثيين وأن يتابع ملاحقتهم ومعاقبتهم بأشد العقاب وأن يقتلهم ويشنقهم في الساحات العامة وعندما حاول أن يبرر لهم بأن اعتداء الأريوثيين كان سرقة فقط منفعل الأساقفة وازداد غضبهم ولكنه قام بتهديئتهم ووعدهم بتنفيذ ما يطلبونه ومعاقبة من يعدونهم حالا لا شك أن هذا لا يعجبك أليس كذلك سركون الفرق بين الملك وبينك كبير فالملك يحاول أن يعالج المشاكل بطريقته الخاصة المحيط الأطلسي هنا حيث وقف البطل العظيم عقبة بن ناف إلى الغرب من تلك الربوة تقع مدينة طنجة حيث توقف الفتح المبارك أرجو أن يحقق الله على أيدينا الخير والعدالة للإنسانية جمعا هنا ينتهي البحر الأبيض المتوسط ويبدأ المحيط الأطلسي في آخر نقطة من إفريقيا آخر نقطة؟ أين ينتهي هذا الطريق إذن؟ إنها آخر نقطة من جهة الغرب أما إذا اتجهت جنوبا فستجد البلاد الحار هذا يعني أن ذاك الطريق يقود إلى قبائلنا وتلك البلاد وراء البحر هي لقبائل مسلم نعم إنها الأندلس الأندلس المعنويات مرتفعة جداً أيوال قائد مقر القيادة على وشك الانتهاء لا أصدق أن عملية البناء تمت بهذه السرعة سيحقق هؤلاء المجاهدون نصراً مؤزراً مقر القيادة على وشك الانتهاء مقر القيادة على وشك الانتهاء الله أكبر أتعلم إنني أفكر ببناء مسجد كبير يا عمر فكرة عظيمة أيها القائد سنتحدث في ذلك مع البنائين بعد الصلاة نحمد الله الذي رزقنا نعماً كثيراً وستطعنا أن نعقد أول اجتماع لنا لمقر القيادة الجديدة بفضله وكرمه سيكون اجتماعنا القادم في المسجد الكبير بإذن الله ستبدأ حملة الفتح قريباً أيها القائد وأرى أنه لا ضير من أن نعطي الجنود فترة من الراحة ريثما يأتي إلينا أمر الخليفة ببدء الحملة إن شاء الله لا لن نخلد إلى الراحة أبداً فمن المتوقع أن يأتي الأمر ببدء حملة الفتح في أي وقت اقتربوا مني جميعاً ربما كان البعض منكم يعرف ما سوف أقوله لكم الآن هنا تنجة نقطة تمركزنا وهنا المحيط الأطلسي إلى الغرب وهذا هو البحر الأبيض المتوسط وهذه سبتة أقرب نقطة إلينا وهنا القيروان مقر أميرنا موسى بن نوسير وهذه هي بلاد الشام مقر الخلافة حيث يقيم أمير المؤمنين لقد انطلقت الفتوحات من الشام حتى وصلت إلى طنجة وانتظرنا لسنوات طويلة وقد حان الوقت لنتابع الفتح العظيم ونجتاز البحر نحو الأندلس وفي رأيي إن مفتاح ذلك إنما يكون باجتياز هذا المضيق هنا في هذه النقطة تماماً وأرجو أن يتحقق هذا الأمر الجليل على أيدينا تعلمون أنه في العالم الآن قوتان كبيرتان قوتنا وقوة روما وبيزنطة في هذا الموقع كما ترون أميرنا موسى بن نوسير يتطلع للوصول إلى الأندلس ومنها إلى روما ثم بيزنطة من جهة ومن جهة أخرى أن يلتقي المجاهدين في سبيل الله في آسيا الصغرى الذين يحاولون فتح القسطنطينية لسنا دعاة حرب ودمار أيها القادة إنما نبغي من هذا الفتح أن نلغي ظلم رجال الكنيسة في أوروبا وأن ننشر العدل والمساواة في هذه البلاد وهدفنا هو تبليغ دعوة الإسلام السمحة ونطلب من الله عز وجل أن يحقق ذلك على أيدينا في أنحاء الأرض كافة وعما قريب سيأتينا الخبر لبدء التحرك إن شاء الله لا يجوز للقادة أن يتعبوا أنفسهم هكذا يبدو أنك تنوي بناء المسجد بنفسك أيها القائد أيها الأمام أيها الأمام أيها أيها الأمام تحولت بلادنا إلى سجن كبير الاستبداد والطغيان يتصاعدان يوما بعد يوم لذلك فررنا وحاولنا اللجوء إلى سبتة نرجو منكم أن تساعدون على الوصول إليها أيها القائد فنقدم لكم العون والمساعدة وإذا شئتم البقاء عندنا فعلى الرحب والسعب اسبانيا القوة اسبانيا ناغمة دحيا اسبانيا أيها الملك ماذا تحمل من أخبار؟ في الليلة الماضية ألقي القبض على ثلاثة أشخاص ملثمين ماذا تقول أيها الأحمق؟ لقد حاولوا الدخول إلى المدرسة الملكية وما غرضهم من ذلك؟ لم نعرف بعد أيها الملك ولكنني أعرف زيدوا الحرس حول المدرسة واستجهلوا الذين قبض عليهم لا بد أن هناك من يحاول الهروم أمرك أيها الملك أيها الملك لدي خبر غير سار لقد فرت فلوريندا من المدرسة الملكية في الليلة الماضية ماذا تقول؟ ماذا تقول أيها الأحمق؟ كيف يمكن أن يعصل مثل هذا الأمر؟ لا بد أن تجدوها مهما كان الثمن استجهبوا الجميع إلجوا إلى العنف إذا اختدى الأمر هل تفهم؟ أمرك إسمع راقبوا طريقة قرطبة ستتجه إلى الفرس حتما سبت في قلبي وروحي سبت في قلبي وروحي لك حبي واشتياقي لك حبي واشتياقي أعداد اللاجئين إلى سبت تفرارا من طغيان الإذريق يزداد يوما بعد يوم إذا استمر الحال هكذا سنواجه بعض الصعوبات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء تعال أيها الصغير خذ هذه لك شكرا لك أرى أن نفرض رسوما على كل سفينة تلجأ إلينا ما رأيكم بذلك؟ أيها الكوند أيها الكوند لقد وصلت رسالة للتو هاتها تفضل نية الإذريق تجاهي خبيثة جدا يا أبي لذلك سأهرب من المدرسة هذه الليلة بمساعدة بعض الرجال المخلصين لك لا تقلق سأحاول الانضمام لألفونسو في قرطبة هذه آخر حمامة من تلك التي أعطيتني إياها أرجو أن تصل إليكم ابنتك المحبة فلوريندا حان وقت تبديل الحراج لقد ظهر الفرسان المسلمون أيها الكوند وصل الفرسان المسلمون استدعوا المؤرخة سيركون بسرعة هيا طارق ابن زياد والي طنجة إنه الوالي الرابع من ذو أقبة بن نافل الذي يزوء سبته تعال يا سيركون أرجو أن تكون قد ارتحت من عناء السفر الطويل نعم ولكن راحة الكبرى كانت في الفرار من قصر لذريق دون أن أصاب بمكروه وما أخبار إسبانيا هل الأوضاع على حالها نعم يا حضرة الكوند الأوضاع هناك في غاية السل لذريق قد جن وهو مستعد لفعل أي شيء لقد قام بسجن زميلات ابنتك مفلوريندا في المدرسة الملكية للسجوا بهن حول هروبها ها؟ إنه مجنون تماما طاغيا إنه ليس من صنف البشر لابد من إيقاف ذلك المجنون هيا بنا الآن لنستقبر ضيوفنا هيا لن يوقف الاذريق عند حده إلا المسلمون أيها الكوند لقد كنت قبل سنوات في بلاد الشام ومصر وأعرف المسلمين جيدا سوف يصل الإسلام قريبا إلى كل مكان إنه ينتشر بسرعة المسلمون على وشك التقدم باتجاه إسبانيا لقد انتظروا طويلا في طنجة ولن ينتظروا أكثر من ذلك لولا أنني أخشى أن أتهم بالخيانة لحملت المسلمين على ظهر السفن إلى إسبانيا طارق بن زياد ولي طنجة المبجن أهلا بك في سبتة شكرا لك أيها الكوند تفضل وليتفضل رجالك الأكارب بكل سرور أيها الكوند المتعاون أرجو أن تشعروا أنكم في بلدكم وبين أهلكم لعلكم لاحظتم علم القسطنطينية مرفوعا فوق السفن إن هذه السفن تمر من مينائنا بموجب اتفاق تجاري وهذا بالطبع ليس موجها ضد المسلمين أقدر الوضع يا كوند على أي حال ابتداء من الآن سنرفع علم المسلمين في الميناء أيضا لنؤكد بذلك صداقتنا الدائمة لكم إن معرفتنا قديمة أيها الكوند نعم لقد حرص الولاة السابقون على وصل علاقات بيننا وبينكم نحن أيضا مستعدون ونرغب لكم النجاة والسعادة الحقيقية أيها الكوند شكرا جزيلا نحن أيضا مستعدون لخدمتكم ومساعدتكم بكل ما نملك وبأي وقت تشاءون في الحقيقة أيها الكوند نفكر في إرسال سرية استكشاف إلى الضفة الأخرى ولا مانع لدينا من مساعدتكم أنا موافق أيها القائد سأحمل رجالك على سفني في أي وقت تحدده لقد جاءك ضيف من القيروان يا سيدي أهلا 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 وسهلا بك كيف حال القيروان وأهلها؟ الحمد لله على ما يرام لقد أرسلني الأمير إليك خيرا إن شاء الله القائد موسى يقرئك السلام ويود الإطمئنان على الأحوال هنا في طنجة وعليه السلام ورحمة الله تفضل أخبرني يرجوك هل هناك أي أخبار عن الإذن ببدء حملة الفتح؟ ما زال الأمير ينتظر آه علمتني الأيام الكثير عن طبيعة الجنود لابد لهم من العودة إلى القتال وإلا فإنهم سيترخون أحاول دائما شد عزائمهم وأحدثهم عن تلك اللحظة التي سينطلقون بها للجهاد في الأندلس هذا أملنا كلفني الأمير موسى بأن أنقل إليك موافقته على إرسال سرية استكشاف إلى الأندلس هل أنت جاد فيما تقول؟ لقد سرني ذلك فعلا سيكون هذا الأمر مبعث غبطة وسرور لجميع المجاهدين لقد وعدنا حاكم سبته أن يحمل جيوشنا على ظهر سفنه بإمكاننا إرسال السرية الآن نعم إن ذلك سيدخل السرور أيضا على قلب الأمير مرحبا تعال أيها المؤرخ سيركون تفضل بالجلوس أنا من الذين تروق لهم صحبة المؤرخين هل تعلم إلى الآن لا يوجد أي خبر عن ابنة فلورينتا يبدو أنها لم تذهب إلى ألفونسو لا علينا طارق بن زياد قرر إرسال خمسمائة رجل في سرية استكشاف إلى إسبانيا سأنقلهم على ظهر مراكبي ولن نحتاج إلى مراكب إضافية ما رأيك؟ وماذا بإمكان طارق أن يفعل بخمسمائة رجل؟ ما هي نية هذا الرجل؟ هل تعرف يا كونت؟ لا أعلم تماما صحيح أنه شاب حديث السن إلا أنه يتصرف بحكمة الشيوخ وحذرهم لقد كان قرار الأمير موسى بتوليه قيادة الجيش قرارا حكيما وهل ستذهب المراكب إلى طنجة أيها الكونت أم سيأتون إلى هنا؟ لا سيكون الانطلاق من طنجة بالطبع أرغب بالمغادرة إلى طنجة مع هذه المراكب أيها الكونت خيرا يا سيركون هل هناك شيء لا نعرفه؟ في الحقيقة أيها الكونت إني مسلم منذ أمد بعيد إلا أنني لم أخبر مخلوقا بهذا الأمر خوفا من القتل كان الكونت يود سيركون كثيرا وعندما علم بإسلامه صارحه بحقيقة رغبته في الدخول في الإسلام فشجعه سيركون وأنطقه الشهادتين فورا ففرحا فرحا شديدا على نيلهما هذه النعمة العظيمة أربطه جيدا كم استغرقت رحلتك؟ يومان فقط أيها القائد عذرا هناك رجل مسن يريد التحدث إليك لقد وصل مع السفن القادمة من سبتة السلام عليكم أيها القائد طارق بن زيان وعليكم السلام ورحمة الله تفضل ما حاجة؟ إنني قادم من إسبانيا أنا مؤرخ القصر وأدعى سيركون لقد أسلمت والحمد لله وجئت لألتحق بكم تعال يا أخي فبهذا النجاة والسعادة الحقيقية أنت الآن أخ كريم لنا أرجو أن تعتبر نفسك بين أهلك هل تسمحوا لي بمرافقتكم إلى إسباني أيها القائد؟ أهلا يا أخي على الرحب والسعادة أيها المجاهدون ستبحرون إلى الأندلس بإذن الله كسرية استكشاف بقيادة القائد طريف بن مالك كونوا له خير عون نفذوا أوامره ولا تعصوه أبدا ليست هذه حملة الفتح كما تعلم أيها القائد إنكم لن تبقوا هناك سوى أيام قليلة خذوا حذركم جيدا يا رجال ساعداء أخاكم طريفا في مهمته في سبيل الله صارت في التجاهات الجموع تنشر الإسلام دينا بين هذهك الربو تحمل البشرى بخير ورجال مؤمنين ملأوا الآفاق عدلا وأمانا في سبيل في سبيل الله صارت في التجاهات الجموع تنشر الإسلام دينا بين هذهك الربو تحمل البشرى بخير ورجال مؤمنين ملأوا الآفاق عدلا وأمانا في سبيل أراك تحمل الكثير من الرسائل أجل أيها الملك كلها من الجنوب ولقد قمت بالاطلاع على بعضها جميعها تشير إلى اجتياز ثرقة من المسلمين البحر عن طريق سبتة وهي مؤلفة من نحو خمسمائة رجل كما يقولون ماذا تقول خمسمائة فقط؟ نعم أيها الملك هذا ما ورد حاكم سبتة ساعدهم في نقل الجنود جوليان ساعدهم يصعب فهم هذا الرجل هل من أخبار عن فلوريندا؟ ها؟ هذه رسالة من الحاكم تاو هيا خاها إنه يقول قل بسرعة لقد تم القبض على فلوريندا وهي في طريقها إلى سبتة لا أصدق أحقا ما تقول؟ نعم ويقول إنه سيأتي بها إلى طليطلة مرحلك يا تاو أحسنت إنه واحد من رجالي المخلصين الذين يعتمد عليهم هناك جبل يدعى الجبل الأبيض فيه كهوف كثيرة وهذا أضيق مكان في الخليج إنه يقع مقابل سبتة من الجهة الأخرى اسمع يا مسلم لماذا لا نتحدث مع القائد الطريف ليسمح لنا باستكشاف ذلك المكان شواطئ الأندلس من ناحية الشرق عالية كالحسن أما من ناحية الغرب فهي أقل ارتفاعا هاي هل هناك أحد؟ أهلاً أهلاً بكم هل أنتم من المسلمين الذين عبروا الخليج بالأمس؟ لقد انتشر الخبر بسرعة مرحباً بكم تفضلوا بالدخول بماذا يمكنني أن أخدمكم؟ شكراً لك على حسن استقبالك أهلاً بالمسلمين الأبطال وماذا ستقدم لنا؟ آه آه عذراً يا سيدي لقد نسيت جاهزوا الطعام بسرعة هيا لم نر أي جندي هنا في أطراف المدينة غادروا جميعاً ليلة أمس يقال إنهم قبضوا على فتاة متنكرة في زي رجل تطلب من أصحاب القوارب أن يساعدوها في العبور إلى سبتة ها؟ إنها فلوريندا يا مسلم فلوريندا ابنة الكونت؟ نعم فلوريندا بالطبع هي فلوريندا كيف لم أنتبه لذلك؟ سأخبر الكونت جوليان حقا انتظر ستخبره فيما بعد ها؟ هل تعلم إلى أين سيأخذون الفتاة؟ سيأخذونها إلى قرطبة إنهم من رجال الحاكم تاو وستنقل بعد ذلك إلى طليطلة لنلحق بهم أعتقد أنهم وصلوا قرطبة إذا أردتم اللحاق بهم فعليكم أن ترابطوا على طريق طليطلة سيمرون من هناك حتماً بسرعة يجب أن لا نضيع الوقت لكنكم لم تتناولوا طعامكم بعد أيها السادة أظن أن المكان مناسب من هنا ولكنه مكشوف تماماً لا عليك ستسد صخور عليهم الطريق إنها فكرة ممتازة يا مسلم إذا أتوا في الليل سنصطادهم واحداً واحداً أرجو أن تنجح هذه الخطة هيا يا رجال لنبدأ بالعمل هيا أرجو أن لا يطول انتظارنا في هذا المكان إنه موحش جداً ينبغي أن يبقى الحارس مستيقظاً وإلا سيباغتوننا ونحن نيام آه إنني متعب جداً ماذا حدث؟ هل وصلوا؟ إنهم قادمون قادمون لا تصرخ سيسمعون صوتك ويكشف أمرنا استعدوا يجب أن نطفي النار أولاً ولنأخذ مواقعنا في الحال ما هذا؟ توقفوا الطريق مسدود يبدو أنها تدهرجت من الأعلى هيا ساعدوني على فتح الطريق ما هذا؟ يبدو أنها أخمدت حديثاً كمين لقد وقعنا في كمين تفرقوا تفرقوا جميعاً استسلموا أنتم محاصرون المقاومة لن تجدي ألقوا أسلحتكم فوراً لا تقاوموا لقد وقعنا في الفخ أخرج من العربة واستسلم وإلا قضينا عليك أيها الحاكم تاو نعلم أنك في الداخل هيا أخرج فوراً من أنت؟ أنا من يبغضك ويبغض ملكك لذريق أين الفتاة؟ أعلمون إذن ما تحمله العربة حسناً إذا قمتم بأي حركة سأقتل الفتاة أنا أحذركم لن أتورى عن قتل الفتاة هل تفهمون؟ لا يمكنك أن تفعل يا تاو إذا قتلتها سيقتلك لذريق هذا إن أفلت من أيدينا أنا لا أمزح قلت لكم سأقتل الفتاة يا لضعفك أحضر حصاني بسرعة لا تتحركوا إلى ستندم قلت لك استسلم يا تاو لا فائدة من العناد لقد أفلتت أحسنتم يا رجال الحمد لله هيا ربطوا الأسرة ولنغادر هذا المكان فوراً مرحباً أيها القائد أهلاً بكم جئت لأشكرك على إنقاذ رجالك لابنتي هذا صنيع لن أنساه لكم طول حياتي أنتم أيضاً قدمتم لنا المعونة ولن ننسى فضلكم أبداً تفضلوا إن أهالي إسبانيا أحب جنودكم لما لمسوه من خصالهم الكريمة إنهم ينتظرون قدوم جيش المسلمين بفارغ الصبر هذا يسرنا أيها الكونت غداً سيعود القائد طريفه ورجاله وسنرى ما فعلوا هناك السلام عليكم أيها القائد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لدي أخبار سر أهلاً بعوتتكم سالمين ما الأخبار؟ لقد أنجزت المهمة بنجاح كما تحب وترضأيها القائد إنها بشارة عظيمة الحمد وشكر لك يا الله كيف حالك يا عمر؟ طوبى لك لقد وطئت قدماك أرض الأندلس قبلي لله الحمامة هيا أيتها الحمامة بلغي سلامنا إلى القيروان تحمل البشرى بخير ورجال مؤمدين ملأوا الآفاق عدلاً وأبالاً في سبيل من هذا؟ وصل رسول الأمير موسى بن نصير يا سيدي القائد مغيث الرومي هنا في تنجة؟ يا مرحباً أيها الأخ العزيز طارق كيف حالك؟ عندي لك خبر سيعجبك لقد أتى الأمر بالتحرك لفتح الأندلس أحقاً ما تقول؟ وسيأتي الأمير موسى بن نصير بجيشه بعد يوم أو يومين لقد انتظرت هذه اللحظة أيام طويلة سيتحقق حلمك أخيراً يا طارق ما بعد الصبر إلا الفرج لك الحمد والشكر يا رب لك الحمد والشكر يا رب الله أكبر لا تزل في بسمع الدنيا صاداً الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها المجاهدون أرجو من الله أن يتم لنا هذا الأمر ولا يخيب رجاءنا وأن يرزقنا بفتح ونصر قريب ستقوم السفن بنقل سبعة آلاف جندي إلى الضفة الأخرى من البحر وسيتم ذلك غداً مساءً إن شاء الله أيها الأبطال استمعوا إلي جيداً إنكم ذاهبون إلى الأندلس مجاهدين في سبيل الله لا غزاة طامعين والجهاد كما تعلمون هو تبليغ دين الحق للإنسانية جمعاً أنتم ذاهبون إلى الأندلس لنشر دين الله وليس لاستعباد الناس لا تقربوا من النساء والأطفال والشيوخ أتركوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له لا تتعرضوا للمزارعين بسوء لا تقطعوا غصلاً من شجرة ولا ترفعوا سلاحكم إلا في وجه من يرفع سلاحه ضدكم واعلموا أنه لئن يهدي الله بكم رجلاً واحداً خير لكم من حمر نعم اتقوا الله وإياكم أن تخرقوا حداً من حدود الله وأخيراً أوصيكم بطاعة قائدكم طارق بن زياد وأن تمتثلوا لأوامره امتثالاً تاماً وفقكم الله ونصركم على أعدائكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها القائد استعن بالله ولا تعجز أذكرك بأمر الخليفة إذا دعتك الضرورة للانسحاب فانسحب بحكمة وذكر الله أكبر جند العقيدة أقبل الله أكبر جند العقيدة أقبل الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد إن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حده سمع الله لمن حده الله أكبر يزأر لذريق بصوته القبيح مصرحا بعد عودته إلى تلك الجبال وهو ملك أن لا رغبة له هذه المرة بالرجوع خاليا حيث في المرة الماضية أفلت منه المتمردون في نفس المكان معلنا لبرغاس أن ذلك لا يرضيه ولكن الكهوف 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 أيها الملك شهد المتمردون أنفسهم في منطقة أخرى من الجبال وكيف عرفتم أنهم المتمردون؟ لأن بينهم المصارع ذو القرن الواحد ماذا قلت؟ المصارع ذو القرن الواحد؟ ذلك الكابوس سنقطع قرنه حالا أيها الملك أنت قدمت أكثر ستكون في متناول سهامهم ابتعد كيف وصلوا إلى هناك أيها الضعفاء؟ بواسطة الكهوف التي تربط الجبال بعضها ببعض هذا ما قاله المتمرد الباسكي الذي قبض عليه اليوم أيها الملك أيها الملك أيها الملك المسلمون اجتازوا البحر ووصلوا إلى الشواطئ الجنوبية وبأعداد كبيرة جداً بأعداد كبيرة؟ إسبانيا وطن الأمشاء إسبانيا تاج الأسياء إسبانيا القوى ليتم العفو عن جميع المساجين الذين يرغبون في القتال تقولون إن ألفونسو جمع جنوداً ويريدوا الالتحاق بجيش الملك سيقاتلوا في الصفوف حقاً؟ قولوا أيها الملك إنه سيقاتل من أجل إسبانيا ما بك يا برقاس؟ لماذا دخلت علينا مصلعاً؟ هل لديك أخبار جديدة؟ انضم متمردول باسك وقد حذروا طليطلة الآن والآن كم يصبح العدد بعد انضمامهم؟ بعد انضمامهم سيكون العدد ستين ألفاً أو أكثر وهناك من سيلتحق أيضاً في الطريق أيها الملك سيكون التحرك والهجوم غداً صباحاً؟ الحمد لله الذي من علي بالحياة لأكتب عن هذه الأيام الخالدة إنه الأسبوع الثاني لاجتيازنا البحر إلى إسبانيا المدن في الجنوب استسلمت دون مقاومة وارتفعت فوق قلاعها رايات الإسلام والحمد لله وحسب ما ورد إلينا من أخبار نزل للطريق بجيشه باتجاهنا بقوات كبيرة هذا الخبر أثر في المسلمين تأثيراً بالغاً وأما القائد طارق فقد أرسل يطلب الإمدادات فوراً من الأمير موسى بن نصير لا يمكن أن تصل الإمدادات قبل أسبوعين ونحن لا نستطيع البقاء أكثر من أسبوع واحد فقط سيدي سيدي لقد وصل رسول الأمير موسى بن نصير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هل تحمل لنا أخباراً سارة؟ أعطيني سنرسل لكم خمسة آلاف رجل وسيصلون إليكم كلال أيام بإذن الله وعندها يصبح عددكم 12 ألف مقاتل سيدي وصلت آخر سفينة من طنجة لقد رست جميع السفن ونزل منها الجنود بخير وسلام تعال معي أيها القائد اسمع إني آمرك بإحراق جميع السفن لا تدع واحدة منها ماذا؟ أحرق جميع السفن؟ هل أنت جاد يا سيدي؟ نعم جاد تماماً اذهب وأحرق السفن حالاً اسبانيا وطن الأمشار اسبانيا تاج الأسيار اسبانيا القوى اسبانيا ناغمى رح يا اسبانيا كان الضمن أنهم أخياء إن نصف الجيش يكفي لهزيمتهم ورجوعهم أيها الجنود أيها الجنود مراكبنا تحترق هل أغرى العدو علينا؟ أيها الجنود أيها الجنود أيها المجاهدون الأبطال إن ذلك الدخان الذي ترونه هناك يتصاعد هو من سفوننا وقد أمرت بإحراقها جميعاً أيها المقاتلون اعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيعوا من الأيتام على مأدبة اللئام أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العقيبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً استمتعتم بالألذ كثيراً وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عزباناً ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهاراً وأختاناً ثقة من بارتياحكم للتعان وإسماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم الإذريق فقاتله إن شاء الله فإن هلك فقد كفيتم أمره وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم عليه فإنهم بعده يغضلون أخيراً التقى الجيشان شرقية شاطئ نهر إشبيلية حيث سار المسلمون إلى أواسط إسبانيا مسيرة يوم واحد ووصل جيش الإذريق إلى ساحة المعركة بعد يوم من استقرار المسلمين في الساحة لن يهجموا هذه الليلة لابد أنهم متعبون ومنهكوا القوى إنهم كثيروا العدد والعتاد أيها القائد ما بك يا عمر ألم تقرأ قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وتمادى لذريق الضال بسخريته من المسلمين فكان يردد أنهم حال رؤيتهم لجنود الإسبان سيهربون إلى إفريقية فوراً في مكان فرقة الخدم وحل كثير هل يأذن فيه؟ اذهب من هنا ولا تسألوني عن هذه الموضوعات السخيفة ما كانهم فيه وحل كأن الإقامة دائمة هنا أيها الملك رسل طارق بن زياد يريدون مقابلتكم وكعادته القبيحة يسخر ويبين أنهم جاءوا للاستسلام والضعف بسم الله الرحمن الرحيم من قائد جيش المسلمين طارق بن زياد إلى لذريق ملك إسبانيا لذريق جاءه الحق كالكنز بين يديه لكنه متكبر متغطر إنه أحد قادة الجيش ومساعد القائد طارق بن زياد أيها الملك حسن ليقرأ ولكن بإجاز أيها الملك إن ديننا الحنيف يأمرنا أن نخيركم إذا دخلتم دين الإسلام وألقيتم أسلحتكم رد الحق ولم يقبل بالإسلام أو التسليم بالجزية فازداد ضلاله وهلاته إذا دخلتم دين الإسلام وألقيتم أسلحتكم دون قتال فلن يمس الأذى أحدا منكم أو عليكم دفع الجزية وإلا فإن عن الحرب كفاه، أخرجوا من هنا فورا وقولوا لقائدكم إنني لن أرض أن يقابلني إلا مستسلما الله أكبر الله أكبر هيا أيها الرجال، قوموا إلى صلاتكم الله أكبر كيف سنشرب هذا الماء؟ معك حق، إنه كدر جدا أشهد أن لا إله إلا الله وما غايتهم من ذلك؟ الأمر جلي، يريدون أن نموت عطشا لن يستفيدوا شيئا من تكديرهم للماء فهذا لن يثنينا عن الاستمرار في تحقيق هدفنا الأمر مريب، أشعر أن هناك شيئا ما يحدث اجمع عددا من الفرسان واجتازوا النهر لمعرفة جدية الأمر في هذا اليوم حدثت بعض الأحداث التي لا تصدق كسب طارق بن زياد من خلالها فرصة لا تقدر بثمن حدث ذلك عندما بعث رجاله لتقصي السبب وراء كدر الماء كانت فرقة الخدمة التابعة للإسبان تجتاز النهر إلى الضفة الأخرى واتجهت غربا ومعها المؤونة والمتاع وبعض الشخصيات المهمة لتكون في مأمن من الخطر وبعيدا عن أرض المعركة وبحركة تكية تم تطويقها من قبل المجاهدين المسلمين واستسلموا جميعا قام الرمات على ضفة النهر بمنع أي مساعدة يمكن أن تصل إليهم وبذلك كسب جيش المسلمين الجولة منذ البداية وحازم أونة جيش الاضريق وقوته فأحبطت معنوياته تماما كيف حنف هذا أيها اللائم؟ سند العقيدة أقفلوا أيها المجاهدون بفضل الله تعرض الإسبان اليوم لهزيمة كبيرة بعد أن أسرنا رجالهم وحصلنا على مؤونتهم وأقواتهم لذلك سيهجمون علينا بكل قواتهم وفرسانهم المسلحين بالدروع سيعبر فرساننا النهر إلى الغرب وسيقاتلون لفترة قصيرة ثم يفرون متظاهرين بالهزيمة ويعبرون النهر عائدين وعندما يلحق بهم الإسبان ستحيق بهم الكارثة لأن دروعهم الثقيلة هو سهام رماتنا على الضفة الأخرى ستجعلهم يغرقون في النهر وسيكتب لنا النصر بإذن الله أيها المخاترين أيها المخاترين هيا للقضايا عليهم هجوم فدع جنود العدو هجوم أعط الله أكبر والعزة للنا هجوم واستعدوا للقتال شهزوا الخين والأرب للمعاني يا رجال حطموا كل ما أزيروا كل أشمار وارفعوا السيطة وصولوا وحطروا فينا الحياة يا جنود الله هجوم واستعدوا للقتال شهزوا الخين والأرب انتفوا عليهم من الجانب العيسر لا تكركم أحدا منهم على خيط الحياة هيا حاوما هااااا تراجعوا لا أتركوهم العقوا بهم ووقوا عليهم هيا يا جنود الله هو واستعدوا للقتال شهزوا الخيلة ولا وجود للمعادي يا رجال حطموا طلبة أزيلوا دل أشمار كمار وارفعوا السيفة وصلوا دل أشمار كمار حطموا طلبة أزيلوا دل أشمار كمار وارفعوا السيفة وصلوا ومعته فينا الحياة وهكذا ابتلع قاع النهر الجنود الإسبان مع خيولهم وخسروا خسارة فادحة لم يكن يتوقعها أحد وانتهت بذلك أول جولات المعركة بانتصار ساحق للمسلمين وأنضى العدو بقية يومه في محاولة جمع شتات الجيش من النهر وفي ليلة اليوم الأول من المعركة قام المسلمون بحفر الأماكن لتمركز الرومات على ضفة النهر يبدو أن طارقاً كان يريد إطالة مدة الحرب لكي ينهار جيش العدو الذي خسر المعونة وكثيراً من الرجال العالم كله سيضحك بعد هذه الهزيمة الساحقة اليوم الثاني حدثت اليوم بعض المناوشات إلا أن جيش العدو لم يستطع مواصلة القتال يبدو أنه لم يفق من الصدمة بعد هزيمة الأمس ابحثوا عن الأماكن غير العميقة في النهر لنعبر منها اليوم السابع استمرت المناوشات وحاول فرسان العدو عبور النهر فتصدى لهم رمات المسلمين وأرغموهم على التراجع إحساسات متباينة تنتابني اليوم يبدو أن العدو سينهزم خاصة مع غرود أنباء عن بدء تراجعه إلى أعالي النهر نحو الغرب غدا سيكون يوما حاسما بإبن الله أيها المجاهدون الأبطال يا طلائع الإيمان لقد قمتم بعمل عظيم سيظل نبراسا يضيء الطريق للأجيال القادمة لقد ألحقتم الخسائر الفادحة في صفوف العدو بفضل الله وعنايته سبحانه وتعالى غدا سنهزمهم شر هزيمة إن شاء الله خلال الأيام الماضية انهكت قوى المقاتلين الإسبان وأصبحوا في غاية التعب والإرهاق معنوياتهم محطمة أقواتهم قليلة وعزائمهم خائرة لذلك أريد منكم أن تخلدوا إلى النوم والراحة اليوم وغدا وبعد صلاة الفجر سننقض عليهم بسرعة ونفاجئهم سنحاول تمزيق صفوفهم وإلحاق الهزيمة النهائية بهم إن شاء الله اليوم الثامن مع طروع الشمس وانقشاع الظلام بدأ المسلمون هجومهم على العدو بعد صلاة الفجر انقضوا على الإسبان كالصقور الجارحة يتقدمهم قائدهم الشجاع طارق بن زياد باغة العدو المتعب الذي سارع أفراده لأخذ مواقعهم وتنظيم صفوفهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبروا زند العقيدة أكبروا الله أكبر كبروا زند العقيدة أكبروا وتهلوا الغريا قطعا لأسن لأنوار الهدى هل يتقدم الفرسان إلى الأمام وليرجع الفشاة إلى الخلف أيها الملك الأنص فر من ساحة الختال ليس له ولا كان متوقع ذلك منه ولكنكم لا تسمعون الأوامر على كل سوف يحاسب في صباح فرسانهم يهجمون بكل قوتهم أيها الملك بدأت الأمور تفلت من الملك الإذريق لقد دمت الفوضى في الصفوف يبدو أنها معركة خاسرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبروا زند العقيدة أكبروا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لن تكون بحاجة إليه بعد الآن أيها الملك الحمد لله الذي أكرمني بكسر رأس الباطل وقد سبقني إليك رجالي المجاهدون اتركني اتركني انتشر خبر موت الملك بين الجنود سريعا ففروا هاربين من المعركة وهكذا انتصر جيش المسلمين وأصبح الطريق مفتوحا باتجاه طليطلة العاصمة بعد ذلك تابع طارق فلول الفارين لأن الأخبار وردت إليه بأن العدو يجمع قواته من جديد الله أكبر وصل طارق بن زياد طليطلة وفتحه وحين انقضى الشتاء سار الأمير موسى بن نصير باستكمال فتح الأندلس وفتح مدنا كثيرة ولم يمر بموضع إلا وفتحه الله عليهما والتقى أخيرا بطارق في طليطلة بعدها تابع المسلمون الفتح العظيم بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد فبورك الأبطال المجاهدون وبوركت أمة عظيمة أنجبت أولئك القادة الغر الميامين الله أكبر جند العقيدة أقبلوا الله أكبر جند العقيدة أقبلوا وتهلني يا أرض أندلس لأنوار الهدى الله أكبر لم تزل في بسمع الدنيا صدى الله أكبر 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 الله أكبر